وكذلك تقول كيف أتعامل مع الأهل وعندهم شيء من المعاصي يا أحبابي ألا تعلمون أن الدعوة إلى الله واجبة كوجوب الصلاة والزكاة والحج أتعرف هذا لازم تعرفه لا أمد أن نعلمه والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وتواصلوا بالحق أي الدعوة وتواصلوا بالصبر ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ويقول الله عز وجل في وصفه للنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا هذا طريقي جئت لأدعو إلى الله وكل منا مأمور سمه أمر معروف النحى المنكر سمه دعوة إلى الله سمه البلاغة والبيان سمه وجوبة يعني بلاغك لدين الله المهم أنه لا تظن أنك لست مسؤولا عن الدعوة إلى الله مسؤول تقول أنا ما أنا عالم نقول طبعا من قال لك خذك تيبا وجدت في أهلك قصورا في الصلاة خذك تيبا صغيرا هدهوا قل خذوا اقرأوا خذ شريطا فيه تعليم الصلاة خذ شريطا فيه التخويف من من يترك الصلاة أو من يرتكب مثلا كذا أو كذا أو كذا ما نريد أن نسمي هذه الأشياء نحن في زمن طاهر أين عم أعطوهم أخي اشتغلوا لا بد لك ما يجوز لك بل جاء في بعض الآثار أن الرجل إذا وجد جاره يعني على معصية ولم يبلغه بأي وسيلة من وسائل البلاغ يأتي يوم القيامة يقول يا رب هذا كان يراني على المعصية فلا ينهاني فالشاهد في الأمر لكن يجب عليكم أن تمارسوا هذا في أرقى صور الجمال والحسن والأدب فأنتم قد تهدونهم هدية ومعها كتاب قد يعني تقدموا لهم يجب أن نشتغل والإنسان إذا صدق الله في دعوته وفي رغبته في الخير يقدمه للآخرين الله يدله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إذا عنيت نفسك بأنك تريد أن توصل إلى قريبك طريق الهداية إلى الله الله سيفتح على قلبك ما هي الوسيلة المناسبة التي تفعلها من أجل أن توصله إلى الله عز وجل استعينوا بالله والله يعينكم